اشتركوا في القناة جدا في مجال اجهزة البوكس مودز اللي هي اجهزة اللي تركب لها ان كان بطارية او بطاريتين ونقدر نعطي امثلة اللي هو ان نقدر نقول لين الجن و لين التارغت ما شاء الله من اكثر الاجهزة مبيعا يمكن حتى بعضكم ما زال يشوفهم بالاسواق ما زال يعرف ان في اشخاص يمكن يعرفهم او حتى هو نفسه يستخدم احد هالاجهزة ان كان التارغت او ان كان المجل الجن القديم حقق نجاح جدا كبير وظل لفترة طويلة من اكثر الاجهزة مبيعا على مستوى اجهزة البطاريتين و بعدين لو تذكرون نزل معنا اجهزة التارغت كافية منها التارغت 100 كان جميل وكان تصميمه من اروع من اروع التصاميم اللي انزلت على هالنوعية من الاجهزة وايضا التارغت 200 اللي ايضا كان جميل وصغير وملموم وايضا على مستوى الدزاين كان من اروع ما يكون اليوم اقدر اقول لكم ان احنا ان شاء الله عندنا النسخة الجديدة من لاين الجن اللي هو عندنا الجن ماكس بالبطاريتين وعندنا الجن اس اي اللي هو ببطارية واحدة مع الشريحة الاكسون المطورة اللي صار عليها تطوير اللي هو 2.0 اللي يطوروا على مستوى الشريحة بالاضافة الى ان هذين الاجهزة الحين حاليا نازل على انها تقم نازلة مع تانك اللي هو التانك الجديد اللي هو اسمه الاي تانك تي فاليوم احنا عندنا جهازين نفس السيستم نفس الشريحة نفس الاداء لكن رح اوريكم الفروقات ما بين التصميم وما بين طريقة الاستخدام لان في فروقات بسيطة ما بين الجهازين فاستمتعوا اياه اليوم نزلوا معي تحت شوفوا بالنسبة لي هذا الجهاز مواصفاته شكله ديزاينه طريقة استخدامه وايضا بالنسبة لي الاس اي وشنو بيكون يكون عليهم الملاحظات رح نكملها ان شاء الله بعد ما تخلصون الكلوز اب وتشوفون الروفيو بشكل مفصل تابع الروفيو ويلا شاب خلونا نحن نتعرف بالتفصيل على جهازين بابريسو اللي هما من فئة الجن مثل ما عرفتوا يا نحن عندنا الجن ماكس اللي هو جهاز البطاريتين وعندنا الجن اس اي اللي هو جهاز البطارية الوحدة بالتصميم الجديد كليا الجهازين يشتركون بنفس التانك وايضا التانك جديد كليا تحت اسم اي تانك تي جديد كليا رح نتكلم ان شاء الله عنده بالتفصيل بريفيو اخر عشان لا يطول معانا هذا الفيديو في معلومة فقط حاب نوه عليها اللي هي ان الشركة تقولك انه بالنسبة للتانك رح يكون جميع الوان التانكات او جميع التانكات باللون السلفر مو مثل ماهو مطبوع يعني النسخة اللي رح تنباع اي لون جهاز رح يكون معه التانك باللون السلفر ما رح يكون كل واحد بلون مختلف هذه معلومة كنت حابني اقولكم اياها خلونا نحن نبطل بالنسبة للعلب ونشوف بالنسبة لمحطيات كل علبة الجن ماكس يبين معانا في البداية هذا الظرف اللي رح يكون فيه دليل الاستخدام وراح يبين معانا هني جميع محتويات الجن ماكس قبل ان نتعرف على التفاصيل خلونا نفتح ايضا الجن اس اي اللي هو البطارية واحدة نفس الشي عندنا هذا الظرف الخاص لدليل الاستخدام وتبين معانا جميع المحتويات المحتويات هي واحدة تقريبا لانه حتى الجهازين او حتى الطقمين يشتركون بنفس الكويلات وهذا بالنسبة لجهاز الجن اس اي ابو بطارية واحدة بالشكل الجديد كليا ما اخذ الشكل المربع السيمبل لكن نقدر نقول انه تقدر تلاحظوا اياي مدى جودة التصنيع اللي احنا تعودنا عليها من شكل فرسو خلينا نشيل هذا الكبر وشوفوا اياي مدى جودة التصنيع في هذا الجهاز للامانة فعلا شي جميل هذا بالنسبة للحجم حجمه جميل جدا بالنسبة حق الاشخاص اللي حبون البطارية الوحدة التانكات الار تي اي السينجل كويل او حتى ار تي اي الام تي ال راح يكون جدا مناسب لهالنوعية من الاستخدامات جميل 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 حلو الديزاين الامانة حلو وبالنسبة لباب البطارية راح تلاحظوا اياي انه باب البطارية راح تلاحظ انه هني عندنا جروف او حفرة لرفع غطاء البطارية على اساس انك ترك البطارية مقاس الثمانة عشر ستمية وخمسين اسمع اسمع ويا اسمع يسمع حلو هالحركة يا اخي وهذا بالنسبة لي الجن ماكس البطاريتين التصميم مختلف تماما ووصلتني بعض الملاحظات او بعض الكومنتات ببعض الاشخاص كل شخص شبه لي هذا الجهاز يعني بجهاز معين اللي قال يشبه الهكس اوم اللي قال يشبه السنتورس اللي قال يشبه البي ام اي كل واحد حط في باله ان هذا الجهاز بشكل او باخر يشبه اجهزة ثانية لكن انا شخصيا قاعد اشوفه ما زال ما اخذ شكل خاص فيه لشركة الفيبريسو اه تحت اسم اللي هو الجن ماكس انزين هاذي مالات الشاشة ايوه من هني ايوه نشيل بس هذا الكفر عشان نستمتع بالشكل بشكل ممتاز وشوفوا معاي الشكل حلو اللون الامانة ولا شرايكم بالدهبي شاب تفضلون للدهبي ولا لا من اكثر الشغلات اللي لاحظتها اللي هو الزر اللي طالع بشكل جدا كبير ليش التعمد في ان الزر يكون جدا كبير ما عنا شوفه هذه الضقطة يعني ما يدخل لداخل او تحتاج ان تضغط حيل بحيث ان بحكم ان يدخل معاك الزر لداخل لا يعني ضغطته ايضا بسيطة لكن تعمده والظاهر انه يخلونه بهذا الشكل علشان شنو الله يسلمك لانك انت راح تتحكم من مستوى القوة الواط والتحكم المينيو عن طريق هذا الرنج اللي هو اللي يفر معاك بهذه الطريقة شفنا هذه الحركة من زمان مع اجهزة من شركات مختلفة لكن حلوة اضافتها بحكم انها تخليك تستخدم الاجهزة بشكل مختلف وعندنا ايضا هذا الزر راح اقول لكم ان شاء الله شنو قصته وعندنا هذه الشاشة اللي مدورة اللي راح اقول لكم ايضا عن مميزات خاصة في استخدام هذه الشاشة وبالجهة الخلفية حلو الشعار مع الأفنجر المسوينا بهذه الطريقة تفتح الباب الخاص بالبطاريات 18650 لجهاز الجن ماكس مع شريحة الاكسون المطورة اللي هي 2.0 عسى ما اتذكر اللي صار عليها تطوير الامانة وانا اراد مجربها اسمع 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 ركبنا بطاريتين على الجهاز وحين نبدأ نشتغل عليه ونشوف مواصفاته واحد اثنين ثلاث اربع خمس وتشتغل معنا الشاشة حلو طريقة الشاشة اللي مدورة هذه اذكر كان فيه جهاز قديم نسيت اسم اي شركة اللي قدمت منيو او شاشة بالشكل دائري ونجح نجح جدا كبير لاحظوا اياي هني بالنسبة عندنا هذا هو عداد البطاريات وعندنا هذا بالنسبة للقفل وعندنا نظام التشغيل وعندنا هني بالنسبة لقارة الواط قارة الاوم وايضا قارة السحبات لاحظوا اياي بالنسبة للشاشة هذا هو بالنسبة للألوان الخاصة فيها قلت لكم قبل شوي ان هذا باقول لكم شنو قصة هذا الزر هذا الزر هو عبارة عن قفل للجهاز بالكامل لاحظوا اياي الان في حال اذا كنت تبي تدوس في حال اذا كنت انت ما تبي تطفي الجهاز وتبي تكفلها بشكل سريع كل اللي عليك انك فقط تدوس هذا الزر علشان انت مثل ما انت عارفو اياي الزر فعلا خفيف وممكن يتغير معاك مستوى الواط فبكل بساطة هذا الزر اللي هو مجرد ما تطقه لفوق يكفل معاك الجهاز نزله تحت يفتح معاك الجهاز حركة بسيطة لكن عملية وشفناها ايضا من شركات ثانية لكن حلو انك تجيب مجموعة مميزات وتوفر ليها بجهاز واحد فهذا ما يميز اي جهاز انما ينزل بشكل جديد لاحظوا اياي الانيميشن حلوى الحركة هذي واحد اثنين ثلاث ندخل على المينيو طبعا مثل ما قلنا انه نتحرك بهذه الطريقة هاده هو بالنسبة لي طريقة التشغيل عندنا هني الستنجز ايكزت اللي من الاول في في اللي هو الفولت بعدين الاكل اللي هو النظام الاقتصادي بعدين نظام البلس اللي هو النظام مثل الميكانيك بعدين الف تي اللي هو النظام اللي احنا متعودين عليه نظام التحكم بالواط وبعدين عندنا الثيمز الثيمز اللي هي عبارة عن شنو أشكال لتغيير ألوان الشاشة هذي مثلا هذا شكل عندنا شكل كرة القدم ما أدري يعني نوع ما سخيفس أوكي وعندنا شكل الثالث الثالث هو الشكل الفضائي أوكي هذي ثلاث أشكال خلنا على هذا ويتبت عليه واحد اثنين ثلاث الحين اندش على السيتنكس السيتنكس شنو ما يعطينا انظمة التشغيل عندنا السمارت عندنا السمارتس أوف ففي حالة إذا كنت حاب أن الجهاز يقرأ لك يقرأ لك أوم الكويل وعلى أساسه يحدد لك مستوى الواطن المناسب له تقدر بكل بساطة أنك تشغل هذه الميزة تخليها على الأون إذا كنت مو عرف الواطن المناسب للكويل المعين تقدر تشغل هذه الميزة أنت عارف ما تحتاجها تقدر تطفيها وبكل بساطة تخليها أنزين انين الحين على اللي بعده الديفولت اللي هو إعدادات المصنع بعدين عندنا الاد اللي هي إضاءة ندخل عليها الاد لايت في حالة إذا كنت بي تشغلها أو تطفيها أو أوكي خلها شغالة بعدين عندنا البرائتنس مدى درجة الوضوح هي الحين 100 و100 لكن في حالة إذا كنت بتقلل من مستوى الإضاءة تقدر هالشغلة تسويها مع الجهاز أوكي وبعدين بعد البرائت عندنا الـ LED البرائت البوف عداد السحبات في حالة إذا كنت بتصفر عداد السحبات وبعدين عندنا رجعنا أمارة ثانية على النظام التشغيل هذا يعتبر تقريبا كل شيء جميلة لأمانة طريقة التحكم في هذا الجهاز هذا بالنسبة لي طريقة جهاز الجن ماكس اللي هو عن طريق هذه القطعة الفرارة ولا تلاحظوا إياه في حالة إذا كنا نغير من مستوى الوضوح هو عن طريق الفر نوعا ما هي مو أكثر عملية في حالة إذا كنت مثلا تبيي تسعين ولا الأمية وات معنات أنك رح سكرول لفترة طويلة علشان تلقائي ما توصل لغاية مثلا الأمية وات لكن هي أسلوب مختلف لتقديم الجهاز في شغلة حين أنا بيأجربها بالنسبة لي الدياميتر الخاص لهذا الجهاز كم يوصل ويانا أنا بييب الحين عندي RDA مثلا هذا RDA توني شاري فرصة أن نجربه هذا RDA مقاس الثمانية وعشرين في حالة إذا ركبنا مقاس الثمانية وعشرين للأسف مو أحلى شيء لاحظوا إياه مو أحلى شيء هذا مقاس الثمانية وعشرين يعني هذا آخر معاك الخمسة وعشرين آخروا إياك عشان يكون مناسب لهذه المساحة الخاصة للجهاز يعني على سبيل المثال لو تلاحظ هذه شغلة معلومة رح تعرفونها إن شاء الله بعدين لو تلاحظ أنه بالنسبة للتانك وهو كبير لكن لاحظ القاعدة بشكل مخروطي هذه القاعدة هي مقاسة تقريبا بين الأربع وعشرين والخمسة وعشرين ففي حال إذا ركبتها رح تكون متطابقة مع المساحة العلوية من الجهاز لاحظوا إياه لا والله تخيل هذا مقاسة خمسة وعشرين يعني شوف أيضا طالعوا إياك شوية خلونا نجرب الأربع وعشرين أنا عندي هني RDA مقاسة الأربع وعشرين هذا عندي RDA مقاسة الأربع وعشرين نجربه شوف الأربع وعشرين وهو يعتبر الأقرب للاستخدام يعني ما زال أيضا شوي طالع لبرة لكن هذا هو المقاس الأقرب يعني شوف بالرغم من أنه عريض من فوق شوفه عريض من فوق لكن بحكم الميالان اللي موجود على النيمينيوليسار هو شوي يمخليك ما تقرى تستخدم مقاسات شوي أكبر بالنسبة للتانكات نجي الحين لجهاز الجن S-E اللي هو نسخة البطارية اللي واحدة ركبنا عليه بطارية ونشوف طريقة استخدامه واحد اثنين ثلاث أربع خمس وتشتغل معانا الشاشة وراح تلاحظوا أن الشاشة وتفاصيلها هي تقريبا نفس تفاصيل الجن ماكس يعني مع فروقات بسيطة جدا عندنا أني هذا بالنسبة للقفل عداد البطارية نظام التشغيل الواط الأوم وعداد السحبات بنفس الثيم ونفس هذا بالنسبة لي الزر في حالة كنت بتكفل الجهاز نفس اللي قلناه قبل شوي وبالنسبة حق المينيو أيضا نفس المينيو واحد اثنين ثلاث شوف بالنسبة للمينيو عندنا طريقة التحكم هالمرة التحكم المعروفة عن طريق الزر الموجب والسالم ونفس المواصفات نفس الميزات نفس طريقة التشغيل نفس كل شيء ما في أي شيء يزود وهذا اللي هو النظام الاف تي اللي هو الخاص بيتحكم الواط على راحتك من غير ما الجهاز يقرأ لك الواط اللقص الأوم ويعطيك الواط المناسب بالنسبة له مجرد ما نختار هذا هو بالنسبة لي طريقة التشغيل وبالنسبة لمستوى الواط اللي يوصل لهذا الجهاز وهو عبارة عن ثمانين واط ونسيت أقول لكم شغلة بالنسبة للجن الجن ماكس يوصل معاك لغاية الميتين واط ميتين واط ثمانين واط هذا يعتبر تقريبا كل شيء وبالنسبة للمساحة العلوية شاب أيضا نفس الشيء ما راح يكون مناسب لاختيار أكثر من مقاس الـ 24 فأنا قاعد أشوف أن هذا الجهاز مناسب بشكل جدا كبير لمحبين أجهزة الـ MTL أو حتى الـ RTA أو Single Coil RTA اللي هو مقاس الـ 24 راح يكون تطقيمة جدا جميلة واحتمالا كبير أن أزلكم بعض الصور والفيديوهات ليستخدامي لهذا الجهاز على هالنوعية من التانكات هذا هو بالنسبة لكل شيء راح نجربه الحين التانك وتجربة الجهاز بشكل عام شنو ما تكون ملاحظاتي عليه راح تعرفونها وياي إن شاء الله لما تصعدوا معاي فوق ها شباب شرايكم باللي شفتوا وياي ما بين الجن ماكس وما بين الجن SE بالنسبة للتصميم الجديد وبالنسبة لمواصفات الجن ماكس وطريقة تصميمه وشاشته المدورة وشون طريقة التحكم فيه وفرقة عن جهاز الـ SE اللي هو يعتبر الجزء النسخة الأبسط والبطارية الوحدة وبالنسبة لطريقة استخدامه هي الطريقة اللي احنا معتعدين عليها بشكل عام لكن أنا أقدر أقول لك أن الفكرة الأكبر أو اللي فيها اهتمام أكثر أو فيها تفاصيل أكثر هي مع الجن ماكس بحكم الطريقة اللي تقدم فيها الجهاز إن كان على الشاشة اللي مدورة إن كان عن هذا الجزء اللي هو على الأساسه تتحكم فيه عن طريق التحريك اللي ميني وليسار إن كان عن طريق المينيو إن كان عن طريق القفل اللي موجود لقفل الجهاز في حالة إذا كنت أنت تتحطه بجيبك أو تتحطه بجنطة مو محتاج أنك تطف في الجهاز بالإضافة إلى سالفة التانك قلنا لكم إن شاء الله هذا التانك رح يصير له ريفيو خاص بروحه لأنه رح يكون للفيديو جداً طويل فرح نخليه إن شاء الله فيديو ثاني وبالنسبة لمقاس والديزاين بالنسبة للـ SE قاعد أشوفه كديزاينه وشكله وحجمه وايد مناسب لإستخدامه مع التوجه الكبير على بعض الأشخاص اللي حابين يستخدمونها النوعية من الأجهزة مع تانكاته اللي هو سنجل RTA أو على الأقل الـ MTL RTA حلو كل هالمواسبات عرفناها وآخر معلومة 200 واط 80 واط بطاريتين بطارية واحدة أوكي الحين نيع على خلاصة التجربة شوفوا شاب جهاز الجن ماكس كديزاين وشكل وطريقة استخدام نقدر نقول إنه مثل ما قلت لكم بالـ Close-up في كثير من الأشخاص شبهوا هذا الجهاز بعدة أجهزة ويمين يسار هذا قال جي يشبه الجهاز الفلاني الجهاز الفلاني الجهاز الفلاني صحيح ونقدر نقول إنه جمع مجموعة مواصفات من أجهزة كثيرة حطهم بجهاز واحد إن كان شاشة دائرية إن كان التحكم عن طريق الواط وهذا طريقة اللف إن كان الحجم والديزاين وشكل خارجي فإنه منيب هالمواصفات كلها نحطها بجهاز يطلع بهذا الشكل أو بهذه الصورة أوكي أكبر ملاحظة اللي هي فعلا ضايقتني أنا بالنسبة لي ضايقتني جدا هي مقاس الجزء العلوي من الجهاز يعني جهاز بطاريتين يوصل معاك لغاية الميتين واط يعني أنا شخصيا وإنتوا شايفين بعض الأشخاص اللي يبوني يستخدمون بطاريتين أكيد يستخدم تانكات متنوعة ما بين RTA RDA أو whatever شنو حاطب باله إياه وإنتوا شايفين لهذه الأيام معظم المقاسات ما بين 25 28 وال30 أنا ما بيقول لك ال40 وما بيقول لك حتى الثلاثين أنا بيقول لك لغاية الثمانية وعشرين لما تشوفها من بعيد تقول إن مقاسها فعلا جميل وممكن يوصل معاك لغاية الثمانية وعشرين لكن مثل ما شفتوا معاك بالكلوزب بحكم هذه الثنية أو هذا الميلان اللي موجود فوق أهو صغر من القاعدة العلوية اللي على الأساس تقدر تركب عليه أي اي اتومايزر يعني حده وياك لغاية الـ 24 أكثر من الـ 24 راح تلاقيه راح يطلع من هذه المنطقة اللي هي المنطقة المسطحة راح تلاقيه طالع لبرة بحكم إن هذه الثنية قللت من المساحة العلوية يعني أنا من وجهة نظري لو خلوا فقط الجزء العلوي أو هذا الجزء أو هو مسطح وكمل الثنيات على باقي الجهاز أنت عطيتني تصميم هني نوعا ما مختلف راح يظل شكله جميل ووفتني أنا أن أنا أقدر أستخدم جهاز بطاريتين مع تانكات من الحجم الكبير الـ 25 والـ 28 يا أخي خلني إلى غاية الثنية ما أقول لك الثلاثين إلى غاية الثمانية وعشرين فهني أنت شوي قصرت أنت سويت لجهاز جميل شريحة أداء من أروع ما يكون كواليتي تصنيع ولا أروع لكن هذه الملاحظة ممكن تخليني شوي أرجع خطوة لورا لأن أنا أريد أن أستخدم مثل ما أنت شفت وياي مقاسات الـ 25 والـ 28 راح يكون شكلها بشع على هذه النوعية من الأجهزة أو على هذه القاعدة اللي صارت صغيرة بحكم الأطراف اللي سووها منحنية فكلت من المساحة العلوية فهذه كانت بالنسبة لي الملاحظة اللي ما عجبتني ممكن بعض الأشخاص يقولون زي بفارس الزر هذا واي يطالع لبرة صحيح وممكن يضايك ممكن بعض الأشخاص أنه ممكن يقول يضايك لكن إذا أنت فقط راح تستخدم التانك الخاص فيه أو مقاسات الـ 24 إذا أنت كلامي هذا كله بالنسبة لك مو مهم بفارس أنا ما يهمني كلامك أنا عجبني الجهاز وبيستخدم عليه مقاس الـ 24 بحكم أن الـ 24 راح يكون شكله جدا مناسب أجم الجهاز ما عندي مشكله فيه أوكير راح أقول لك أنا أوكي استخدم التانك استخدم أو أيتومايزر ثاني مقاس الـ 24 على هذا الجهاز راح يكون من أحسن ما يكون ما راح يعيبه أي شيء أنزيل مثل ما قلت لكم أنا الحين ما راح أجرب لكم التانك لأنني راح أخليه لفيديو ثاني لكن مبدئيا شاب راح أقول لكم flavor يا ساتر flavor في هذا التانك يا ساتر الحين أنا مستخدم اللي هو كويل 0.2 معطيني 0.24 يعني زايد شوية عن الأوم اللي هو المفروض يكون عليه حاطي الآن على 60 واط فاتح التهوية على الآخر شوفوا معايا مستوى الأداء أو التهوية أو أقصد التبخير يحتي يسولف يتكلم يحتى تانية كل اللهجات قلت لكم إياها بالنسبة لل flavor جدا جميل فيه شغلة أخيرة بس بأسوي لكم إياها يعني على سبيل المثال عندي أنا هذا أتومايزر مقاس الثلاثة وعشرين هذا سويسري أو نمساوي أتوقع نمساوي مقاس الثلاثة وعشرين في حال إذا استخدمته على جهاز الجن الجن حلوة صارت معي التطقيمة فهذا قاعد أشوفه مناسب جدا للـ MTL وهذا مناسب جدا أنتم عارفين بطاريتين حق التبخير العالي لكن راح تضطر أنك تستخدم معا أتومايزرات مقاس أصغر يعني ما تتجاوز لـ 24 25 بالكثير هذا كان كل شي لأجهزة الجن الجديدة ما بين الجن ماكس وما بين الجن SE جميلة حلوة الـ SE على جهاز الجن ماكس للأسف هذه شوية ضايقتني بحكم أن أنا أستخدم مقاسات شوية كبيرة القاعدة العلوية لهذا الجهاز ما راح تساعدني راح يكون شكله غلط فما راح يكون يعني مناسب لإستخدام منها النوعية من الاستخدامات فأنتو شرايكم أعطوني رأيكم هني عندي بالكومنتات يعطيكم العافية